موسيقى مرحبا بكم في برنامج الصحافة اليوم هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله تسليض الضوء على أبرز الصحف والمواقع الإلكترونية التي تناولت الشأن اليمني ونبدأ بأبرز وأهم العنوين موسيقى البداية من اليمن اليوم ميليشيا الحوثي تعاود تفجير عقبة الحلحل بالبيضاء المنتصف ميليشيا الحوثي تلغي امتحانات القبول في جامعة صنعاء بعد عزوف الطلاب عنها الشارع نقابة المعلمين تعلن عن إضراب شامل الأحد المقبل وتطالب بزيادة الرواتب 300% المشاهد التعليم الطريق إلى التعايش المجتمعي صحيفة الشرق الأوسط توسع الحوثيين في تسليع التعليم يحرم اليمنيين من الجامعات أما صحيفة الاتحاد الإماراتية الحوثيون يستغلون المساعدات في ابتزاز اليمنيين البداية من موقع اليمن اليوم الذي طالعنا بعنوان ميليشيا الحوثي تعاود تفجير عقبة الحلحل بالبيضاء الموقع قال إن ميليشيا الحوثي قامت بتفقيخ وتفجير عقبة الحلحل الاستراتيجية التي تربط بين محافظتي البيضاء وأبين مرة أخرى وتغلقها أمام المسافرين بعد أسبوع فقط من افتتاحها أضاف الموقع أنه لم يمر على افتتاح العقبة وهذه الطريق سوى أسبوع واحد فقط لتعاود الميليشيات تفجيرها وإغلاقها أمام مرور المواطنين وكانت خبر وتحت عنوان اجتشهاد وإصابة تسعة من القوات الحكومية ومن أفرادها إثرى 143 خرقا للهدنة الأممية قالت الصحيفة أو قالت الوكالة نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن تسعة وأصيبوا واستشهدوا إثرى 143 خرقا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب تنوعت الخرقات بين محاولات تسلل وإطلاق النار على مواقع القوات الحكومية في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيرة المفخخة نتج عنها كما قلنا استشهاد أربعة وإصابة خمسة آخرين تحت عنوان نقابة عمالية قيادات عسكرية كبيرة ومشائخ قبليون وراء جبايات نقاط خط لحج تعز ونطالب بسرعة رفعها ذكرت الصحيفة أن نقابة سائقي مركبات النقل في محافظة لحج طالبت قيادة السلطة المحلية في المحافظة التدخل بإيقاف عمليات تقطع واجبايات تفرضها نقاط عسكرية غير قانونية تقف وراءها قيادات عسكرية ومشائخ قبليون على امتداد خط طور الباحة هيجة العبد التربة تتراوح بين خمسين إلى مئة ألف ريال جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة سائقي خط طور الباحة هيجة العبد التربة أدان تعرض سائقي شاحنات النقل لابتزاز وجبايات تفرضها عشرات النقاط العسكرية الممتتة على طول هذا الخط الرابط بين محافظتي لحج وتعز صحيفة المنتصف وتحت عنوان ميليشيا الحوثي تلغي امتحانات القبول في جامعة صنعاء بعد عزل الطلاب عنها ذكرت أن جامعة صنعاء ألغت هذا العام امتحانات القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات للعام التراسي القادم بسبب عزوف الطلاب عن الالتحاق بالجامعة نقلت الصحيفة عن مصادر أكاديمية أن كلية التجارة بجامعة صنعاء كانت قد حددت ألفين مقعد للطلاب الجدد مع امتحانات قبول للطلاب المتقدمين إلا أنه لم يتقدم سوى ألف وسبعمائة طالب فقط بعد أن كان عدد المتقدمين للكلية يصل سنويا إلى نحو عشرة آلاف طالب وطالبة لذا ألغيت امتحانات القبول بسبب التراجع الحاد في عدد الطلاب المتقدمين للدراسة في الكلية طبعا وزارة التعليم العالي الخاضعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت اعترفت أمس الأول بتراجع حاد في عدد الطلاب المتقدمين للدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي المقبل في جميع مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ومن الأخبار التي تناوتها الصحف أيضا والتي تعكس مستوى التعامل الإنساني في المستشفيات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثي طالعتنا الصحيفة بعنوان احتجاز طفل بمستشفى في صنعاء على ذمة فاتورة علاج ذكرت الصحيفة أن طفلا لا يتجاوز عمره خمس سنوات محتجز بمفرده منذ عدة أيام في مستشفى يونيماكس بصنعاء لعدم مقدرة الأب على دفع تكاليف فاتورة العلاج وترفض الإدارة تسليمه لوالده مضيفة أن إدارة المستشفى أقدمت على احتجاز الطفل وإبقائه منفردا في غرفة حتى يتم تسديد تكاليف علاجه وهو ما ضاعف من قيمة الفاتورة بواقع عشرة آلاف عن كل ليلة تأخير صحيفة الشارع وتحت عنوان نقابة المعلمين تعلن عن إضراب شامل الأحد المقبل وتطالبه بزيادة الرواتب 300% ذكرت أن نقابة المعلمين أعلنت الخميس عن البدء بإضراب شامل عن التدريس والعمل الإداري في كافة عموم اليمن من الأحد المقبل احتجاجا على عدم انتظام صرف المرتبات والزيادة التي كانت قد طالبت فيها بوقت سابق ونقلت الصحيفة عن بيان للنقابة أنه للأسف لم نجد أي استجابة بالرغم من أن وضع المعلمين أصبح مزرياً ولا يتحمل الانتظار صبرنا مهلة كافية تقديراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لكن في اللحظات الأخيرة وعبر مصادر في وزارة التربية والتعليم لبرنامج الصحافة اليوم فقد توقف الإضراب نهائياً بعد وعود حكومية بتنفيذ مطالب المعلمين موقع المشاهد أورد تقريراً بعنوان التعليم الطريق إلى التعايش المجتمعي ذكر فيه أنه رغم ما أحدثته الحرب في اليمن من قسام في النسيج الاجتماعي وما أحدثته من شروخ بين أوساط المجتمع وإعادة ظهور الثقافات الضيقة أن هناك توجه نحو تعايش المجتمعي ونبذ الثقافة والتمييز العنصري أضفت الصحيفة أن للتعليم وإدماج الأطفال في المدارس دور كبير في كسر الحاجز الذي وضعته الثقافات المجتمعية السائدة والولوج في عهد جديد يبني بحالة صفاء وانفراج قريب من حالة التمييز العنصري وإضفاء حالة التعايش كما يرى باحثون اجتماعيون مهتمون بالشأن الاجتماعي والحقوقية حسب الموقع إلى الصحف العربية والبداية من صحيفة الشرق الأوسط وتحت عنوان توسع الحوثيين في تسليع التعليم يحرم اليمنيين من الجامعات ذكرت الصحيفة أن ميليشيا الحوثي وسعت أخيرا من إجراءاتها لتحويل التعليم إلى سلعة في سياق السعي لجباية المزيد من الأموال الأمر الذي حرم آلاف الشبان اليمنيين من الالتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية في ظل إغلاق عشرات الأقسام وفرض رسوم باهضة في الكليات والأقسام التطبيقية أضافت الصحيفة أنه في هذا السياق أقدمت الميليشيات الحوثية عبر القيادات الموالية لها في محافظة ذمار على رفع رسوم الدراسة بكلية الطب البشري في جامعة ذمار إلى 27 ألف دولار أمريكي عن سنوات الدراسة الست شريطة أن يدفع الطالب الرسوم دفعة واحدة هذا الإجراء كان قد سبقه بأيام قيام القيادة الحوثي المدعوم محمد البخيتي المعين من قبل ميليشيات محافظة ذمار باقتحام مباني كلية التربية والأداب في الجامعة وإغلاقها واعتقال أفراد حراستها بحجة أنها تابعة لوزارة التربية وليس للجامعة تحت عنوان الصليب الأحمر الفيضانات خلفت أضرارا جسيمة في اليمن قالت الصحيفة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت من مخاطر الدقائر غير المنفجرة على المدنيين في اليمن بعد أن جرفتها الفيضانات ونقلت الصحيفة عن الصليب الأحمر أن الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات اشتاحت عدة محافظات في اليمن على مدى الأسابيع القليلة الماضية وخلفت أضرارا جسيمة إذ لقي العشرات حتفهم ودمرت منازل وأراضي زراعية وطرق والعديد من مرافق البنية التحتية الحيوية في حين يأتي هذا في الوقت الذي يرزح فيه ملايين اليمنيين تحت وطأة النزاع وتبعاته وألقت الفيضانات عبءا إضافيا يضاف إلى معاناة اليمنيين الذين لا يزالون يتجرعون صنوفا من المعاناة جراء النزاع المسلح الممتد من أكثر من سبع سنوات أخيرا صحيفة الاتحاد الإماراتية وتحت عنوان الحوثيون يستغلون المساعدات في ابتزاز اليمنيين قالت الصحيفة إن حياة الشعب اليمني تزداد يوما بعد يوم صعوبة في ظل تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية وتسقرها لتمويل حربها على الشعب اليمني وإرهابه وتوزعها على عناصرها المقربين منها أضافت الصحيفة أن ذلك ظهر جليا بعدما اشترطت الميليشيات الحوثية على المنظمات الدولية بعدم ممارسة عملها في إغاثة المتضررين من السيول إلا بعد الرجوع والتنسيق مع ما يسمى المجلس الأعلى لإدارته وتنسيق الشؤون الإنسانية والذي وصفه خبراء تحدثوا الاتحاد بأنه كيان تم إنشاؤه لابتزاز وسرقة المساعدات الإنسانية وللحديث عن أبرز ما تناولته الصحف والمواقع الإلكترونية في الشأن اليمني وعن التعليم الجامعي بالأخص معي من القاهرة على الهواء مباشرة الصحفي حسان الياسري مساء الخير مساء الخير وعليكم على جميع المشاهدين وعليكم أتكم مباركة مرحبك كيف تقيم وضع الجامعات الحكومية في ظل المستجدات الأخيرة طبعا الجامعات الحكومية في ظل حكم الميليشيات الحوثية في المناطق الشمالية يسير نحو التدمير الممنهج والشامل الذي من شأنها أن يقضي على فئات الشباب وعزوفهم عن التعليم وانتحاقهم ربما بالقبهات أو ذهبهم إلى سوق العمل الغير موذي في ظل الأوضاع الاقتصادي التي يعيشونها من قراء الحرب الميليشيات الحوثية دعبت منذ بداية الحرب على انتهاك هذا السلوك وهذه الطرق من ممارستها في انتهاك الجامعات والتعليم وتحويله إلى بؤر أو مصدر رزق ودعم مادي لها والقبهات والمقاتلين في جميع القبهات التي تقضلها هناك إقبال ضعيف على الالتحاق بالجامعات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي كما أكدته وزارة التعليم العالية التابعة للميليشيات الحوثية ما تفسير ذلك من وجهة نظرك؟ الإقبال على التعليم ليس مقرونا بالجامعات فقط وإنما حتى في الصفوة الأولى الإبداعية والأساسية والثانوية الأسباب طبعا مواضحة أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الأسر اليمنية الأسيمة الخاضعة لحكم ميليشيات الحوثيين تعيش وضعا اقتصاديا مزري لا تستطيع أن توفر لقمة عيشها إضافة إلى الوضع النفسي الذي يعيش الشباب من قراء الحرب يعيشون وربما هم الآن ينظرون إلى أن المستقبل الذي ينتظرهم مقهول وبالتالي الكثير منهم ذهب إلى دول القوار للاغتراب ومنهم نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الأسرة ذهب للعمل لتوفير لقمة العيش لأسرته ولأهله كثير من الأسباب التي أدت إلى عزوف الطلاب عن الاتعاق في الجامعات كما ذكرنا الجامعة إضافة إلى الرسوم الباهضة التي تحاول الميليشيات الحوثية فرضها على الطلاب في مختلف الجامعات لا سيما كلية الطب التي ترى أن الإقبال إليها أو التخصص الذي يسعى الكثير من الطلاب لتحاق به فتسعى من خلال هذه الكلية إبتزاز الطلاب وفرض عليهم رسوم خيالية لا تستطيع الأسر العادية أو الأسر المتوسطة توفيرها وتوفير مطلبات الدراسة الجامعية في كلية الطب لأبنائهم ولبناتهم وبالتالي كان نتيجة طبيعية أن يعزف كثير من الطلاب عن الاتحاق في الجامعات اليمنية التي تخضعها لجامعة الحوثية نعم كما تبعنا أيضا هناك تم إلغاء الامتحانات القبول في بعض الجامعات بسبب هذا العزوف يعني هناك عزوف من الشباب عن الاتحاق بالجامعات وتم إلغاء لكي يتم استقبال أكبر كم ممكن من الطلاب في الجامعات برأيك هل سيكون لهذا أثر سلبي على مخرجات التعليم الجامعي؟ بالتأكيد أن هناك عواقب بخيمة ستعود على المجتمع اليمني عندما يعزف الطلاب عن الاتحاق بالجامعات معنا ذلك أن هناك فئة تنتظر الاتحاق بالقهل دعنا نقول القهل وهذا ما ينعكس طبعا على مستقبل اليمن من خلال وجود أو ارتفاع نسبة الأمية أو الأمية من حيث الاتحاق بالجامعات وبالتالي شيء طبيعي أنه ينعكس على الوضع المستقبلي لليمن وهم طبعا هذه سياستهم منذ أن ظهرت هذه الجماعة تسعى دائما إلى عملية التجهيل وإلى عملية ابتزاز المجتمع اليمني من خلال كما ذكرنا الرسوم التي تفرضها دائما ما بين الفين والأخرى إضافة إلى أنها تسعى ربما من خلال هذه العملية فتح الطريق للذين غير قادرين على دخول الجامعة بأن يلتحقوا بالقبهات للقتال معها ربما من قانب إغراء مادي أو إغراء كما يسمونه ترقية عسكرية وما إلى ذلك نعم اسمح لي ضيفي من قاهرة أن أستقبل عبر الهاتف ضيف فيصل الصفواني الكاتب والمحلل السياسي مساء الخير أهلا مساء النور أخي العزيز يا مرحبا فيك هل من الممكن أن توجز لنا الوضع الذي تعيشه الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في ظل المستهيات الأخيرة نعم أخي العزيز يا أخي أنا أشفي ألفيت انتباهكم والأخر المتحدث معكم عندما نتكلم عن موقف الميليشيات الحوثية من الجامعات معنا هذا نحن نتكلم عن إيرادات سنوية تتقالها الميليشيات الحوثية تصل إلى خمسة مليار ريال سنويا من الجامعات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية فقط في صنعاء زمار عمران لمحافظة الواقعة تحت سلطتها نعم ما خطورة تحويل الجامعات أو التعليم الجامعي إلى سلعة تباع والسعي لجباية المزيد من الأموال وحرمان مئات الآلاف من الطلاب من التعليم الجامعي أيضا كما قلت لك أخي العزيزة الاسبراتيجية الحوثية بالنسبة لهم يعني تصير في اتجاههم بالنسبة للتعليم الجامعي أولا وقبل كل شيء تصفية ما يعرف بالنظام الحكومي باعتباره الركيزة الأزاتية للنظام الجمهوري هم يتعاملوا بانتقام مع قدور ثورة سبتمبر ونظام اليمن الجمهوري الذي قام على الإمامة بفعل انتقامي أولا لا بد أن يطمسوا التعليم الجامعي ويحولوا إلى تعليم خاص الشيء الثاني أنه التعليم الخاص يشكل لهم سراء يعني سراء فاحش ويشكل لهم أيضا مدخل لبناء عقليات ومتواكبة تتشرب أفكارهم البذهبية والعنصرية التي يريدون أن يقيمونها في أذهان الناس بشكل قصري في المجتمع اليمنى إلا أنهم يشعروا أنهم لهم قبول ولا لهم أي معايير من المعايير السرعية السياسية التي موجودة في هذا العصر الرهن طيب برأيك ماذا تريد الميليشيات؟ ما البديل الذي تريد أن تفرضه الميليشيات الحوثية في ظل عزوف الشباب عن الانتحاق بالجامعات؟ والله يا أخي هي تريد أو تعمل بعمل بديل جامعة خاصة هي أشبهها بالمنشآت أو السكنات والبديل الآخر هي تريد أن الناس يكونوا عاطلين لا يتعلموا ولا بعدين يذهبوا بهم إلى القبهات بحقية أنه لا يتعلموا له مثلما يعملوا مع طلاب المدارس بس أنا أريد أن أنبهك الأخي العزيز وأنبهه السادة المتابعين لهذا الموضوع إلى الأثار الذي أحدثوها الممارسات الحوثية الميليشيوية على إدارة الجامعة الحكومية في اليمن إنها تسببت في إسقاط جامعة صمع وإذا كانت نظام الجامعات الحكومية المنافسة في المنطقة العربية وفي العالم الثالث إسقاطها تماما من قائمة التصنيف للتعليم الجامعي الحكومي في المعهد الصين العام قبل الماضي وإسقاط نهائي طيب كيف ترى مستقبل التعليم الجامعي في ظل هذا التصعيد في مجال التعليم والله إذا أقول لك حاجة أخي العزيز ما نقدرش نقول أنهم بيتتوقف الجامعات أو بيتوقف التعليم الجامعي نهائيا هم يعملوا عندهم أجندة استراتيجية واستراتيجية ما فيش أحد يوقف لها عن الناس الواقعين تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في منهم بيضطروا يتعلموا أبنائهم ويدفعوا مقابل بالذات بالمجالات الخدمية مثل برامج الكمبيوتر الصيدلة التمريض فهذه الأقسام هم بيحولوها إلى جامعات خاصة بالنسبة للأقسام التي يستفيد منها اليمنيين والابناء اليمان وتمثل هوية اليمن قد أصدروا قرار بإغلاقها وهي ستة أقسام وعلى رأسها وفي مقدمها التعريخ والعلاقات الدولية وقسم الجغراسية والفلسفة وقسم الآثار والسياحة ليش؟ لأنهم يعلموا أن اليمن هويتها آثارها هوية التعريخ المناقض لوجودهم لمشروعهم العنصري فهم يعملوا على طمس معاثر الهوية السبائية والحميرية وقفع كل القنوات التي ممكن ترويق لهذه الآثار ولهذه الهوية إذن فيصل الصفواني الكاتب والمحل الأسياتي شكرا جزيلا لك نعود إليك ضيفي من القاهرة كما قال المتصل يعني ضيفنا عبر الهاتف أن الميليشيات تريد أن تفرض واقع جديد في التعليم وتريد أن يعزف الشباب عن الذهاب إلى الجامعات وينطلقوا إلى جبهات القتال القتال مع الميليشيات الحوثية كيف ترى ذلك؟ هذا أمر طبيعي وهذا ما تسعى إليه الجماعة الحوثية منذ أن دابت وظهرت على الوجود الكارثة التي تنتظرها للشعب اليمني أن مخرجات الجامعات الحكومية في إطار مناطق سيطرة الجامعة الحوثية ربما تفقد ثقتها على مستوى العالم أو مكانتها على مستوى العالم أي أن الشهادة التي تصدر منها ربما لن تكون معتمدة لدى كثير من الدول إذا لم تفكر الطالب بدراسة عليا مستقبلا هذه كارثة أخرى الشيء الثاني أن الجماعة الحوثية طبعا هي مهمتها قاتل عمل أو تكريس القهل في المجتمع اليمني لأن عندما يكون هناك طبقة متعلمة أو توسع العلم في مختلف فئات الشعب اليمني يكون هناك صعوبة في السيطرة على المجتمع أو التحكم به لكن عندما يكون المجتمع معروف عنه القهل والتخلف يسهل على أي جماعة لا سيما الجماعة المضطرفة والدينية السيطرة عليه من خلال استغلال وضعهم المادي ومن خلال استغلال قهلهم في كثير من الأمور التي تحصل في البلاد لذلك هناك مستقبل كارثي أنا أراه بالنسبة للجامعات اليمنية التي تقع تحت أول حكومية التي تقع تحت سيطرة الفيليشيا الحودية الآن العزوف هذا لا أظن أنه كما قال المتحدث أنه لصالح جامعات أخرى تخضع قيادات من الحوثيين لأن الواقع يقول أن إيرادة الجامعات في القطاع العام في الشمال اليمن تذهب كلها إلى خزينة وتحت صرفات الجامعات الحوثية مع هذه المبالغ الباهضة التي تتقاضاها من الطلاب يعني تصل إلى آلاف الطلاب من الطالب الواحد نتساءل لماذا حتى اللحظة ميليشيات الحوثي ترفض أن تدفع رواتب الأكاديميين الذين كما تحدثت منهم من ذهب ليعمل بين الحجر والطين هذه معساة بالنسبة للوضع الأكاديميين القامعين في قامعة صنعاء وقامعة دمار وعمران وغيرها من المحاوظات الأخرى لكن القامعة طبعا هي ترى أن دعم القبهات ودعم أرصدتهم في البنوك هي أولى من دعم أو صرف مستحقات الأكاديميين والمدرسين في الجامعة الحكومية من جانب آخر تحاول التضييق على عملية التعليم بحيث أن يكون هناك نفور من قبل الأكاديميين وعدم عزوفهم عن أداء رسالتهم الإنسانية التعليمية تجاه الطلاب اليمنيين وهذا قزء من المخطط الكبير الذي تسعى إليه الجماعة وهو عملية تفشي القهل والتخلف في وسط المجتمع اليمني نحن تابعنا أيضا الأسبوع المنصرم هناك ميليشيات اقتحمت جامعة دمار وسيطرت على مباني في الجامعة بحجة أنها تتبع لوزارة التربية والتعليم فنتسأل ما خطر ملشنة الجامعات والتمترس المسلح فيها أولا ملشنة الجامعات سيكون سبب من أسباب أن تتحول هذه المؤسسات التعليمية إلى أماكن عسكرية أو كما يقولون أهداف عسكرية قائز إهدافها في أي لحظة من اللحظات هناك أيضا الجماعة من خلال هذا التصرف هو عملية إرهاب كنعمة إرهاب التي تحاول تفرضها على القائمين على الجامعات وكرسالة أخرى أيضا من خلالها إلى المجتمع بأننا لازمنا أقوية ولازمنا موجودين على أفضل واقع ولازمنا نحكم بالحيد والنار ولن يستطيع أحد نزعنا من هذا الحكم الشيء الآخر أن الجماعات تحاول من خلال هذا التصرف هو طبعا لا نستطيع أن نقوله هو التصرف الأول أو الأخير قد سبقه عدة انتهاكات لحرم الجامعة سواء كان في الذمار أو في الحديدة وصنعها ووصل بهم الأمر إلى اعتداء على كثير من الأكاديميين بل وسقنهم وتعذيبهم والبعض منهم من ترك موقعه في المؤسسة التعليمية وذهب للبحث عن مصدر رزقه البعض منهم ذهب إلى عمل كخباز في أحد الأفران وبعضهم ذهبوا إلى العمل على الباصات وبعضهم كما قلت حقا روتين وغيرها من الأعمال البسيطة التي يحاول الأكاديمي من خلالها أن يبحث عن لقمة عيشي بعد أن فقدها في ظل حكم جماعة الحوثي على العاصمة صنعها وغيرها من المحاوطة المقاولة لها في ظل هذا التصعيد المتواصل في مجال التعليم والتعليم الجامعي بالأخص ألا ترى أن الحكومة مغيبة عن المشهد لا نرى أي تحرك من الحكومة يتناسب مع خطورة ما يجري في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بالنسبة للتعليم الجامعي وهذا أمر يأخذ طبعا على الحكومة الشرعية أنها ترى الوضع يتدهور في جانب التعليم في الجامعات في صنعها وغيرها وتبقى مكتوبة الأيدي هي تساهم بطريقة غير مباشرة يفترض أنها لا تقف عند هذا الحد يفترض أنها تساعد المشكلة هذه إلى الأمم المتحدة إلى المنظمات الدولية للضغط على هذه الجامعات بالرفع يدها عن المنصة التعليمية بشكل عام سواء كان الأساسية والتنوية والجامعية يطلب منها التحرك السريع لإنقاذ هذه المؤسسات وإنقاذ الشباب لأن هناك مخاوف من عزوف الطلاب أو الشباب والخريقين الثانية العامة من الاتحاق في الجامعات الحكومية هناك مخاوف من أن قد يذهبوا إلى سوق آخر أو سوق نقول إنحراف طيب برأيك ما الحل ما الحل لإنقاذ التعليم الجامعي وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع في ظل عزوف الطلاب كما قلنا عن التعليم وفي ظل استمرار حرمان مئات الآلاف من الوصول إلى التعليم الجامعي يعني في رأيي الحل هو سرعة تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الجامعات الحكومية هذا حل أسرع لأنه لا يوجد حل يمكن من خلاله أن تضغط على الجامعة برفع يدها عن المؤسسات التعليمية وقعها تخضع لللوايح والقوانين المعروفة في بلادنا هناك تسلط وهناك قبروت تمارس هذه الجامعة على المؤسسات التعليمية وبالتالي لا أحد يستطيع أن يمنعها في ظل تراخي أممي تراخي من منظمات دولية أو الدقوة التماهي مع هذه الجامعة وغض نظر عن كثير من الانتهاكات التي تمارسها ما قعلها أن تتمادى أكثر وأن تصل إلى انتهاكات تمارس ضد الطلاب ومؤسساتهم التعليمية إذن الصحفي حسان الياسري أشكرك كل الشكر كنت معي على الهواء مباشرة من القاهرة كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة حتى الملتقى غدا بإذن الله في مثل هذا الوقت في أمان الله اشتركوا في القناة